السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا حبيب قلبة عامليني يا رب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبيها اجمعين النهاردة يا جماعة عمل معاكم كده ايه وصفة حلوة كده وسهلة وسريعة وطعم حكاية طبعا الارنبيت ده موسمه وموجود في كل حتة طبعا الاول ما تنسوش اللايك والاشتراك لو انت اول مرة في القناة وتفعيلك الجرز عشان يوصلك كل جديد والمشاهدة بالله عليكم جماعة معايا هو ارنبيت سلقته سلقة محترمة كده وحطيتم في الميا كمون وملح هم حاجة كمون يا جماعة عشان الغازات وكده هنا معايا بقى البشاميل سامنة بلدي سخنتها الاول وبعدين نزلت على طول بالدقيق خمس معالق دقيق هو انا كنت الاول حطيت اربعة فحبيت احطي كمان واحدة عشان يبقى البشاميل زيادة وكمان ضفت سامنة كمان يعني حطي مقدار السامنة نفسي مقدار الدقيق ولو حبيت سامنة كمان عادي ممكن تعطي لها سامنة السامنة البلدي يا جماعة بتخلي الطعم جميل عن الزيت بقى وعن السامنة العادية وكده بس اللي عندك قضي بيه وعادي يعني مش مشكلة هدخل بس هشوحه بس كده في الديق في السامنة ياخد طعم بس كده السامنة وطعم الزيت يروح اه اسفة طعم الديق يروح اه دي اخر معلقة قرية اللي هي الخامسة حطيتها وهزود بقى سامنة وايه وافضل اشوح فيهم كده في ناس بتعمل بتجيب بشاميل جاهز بس انا مش بحبه خالص انا بفضل يعني انك تعمل بشاميل سهلة اصلا ومش محتاج حاجة اه في بيتك هنا هوت كان معايا لتر من اللبن هنزل بيه المعلقة تزفلطت وافضل بقى يقلب كويس هقلب كويس برضو بالمضرب بتاعنا علشان ايه ما يتكلكهش ببعض وكده عسى ريح كده عشان ما فيش حاجة تكلكع معاكي ويستحسن يعني اللبن يكون بارد من السقن نزلت اهوت بفلفل فلفل اسود لو انت عندك فلفل ابيض يبقى يعني عز الطلب عشان بس اللون ما يبانش في ايه في البشاميل هدخلوا بقى ببعض كده اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد ارنبيت يعني هنزل برضو ايه بشوية من الكمون عشان احنا بنعمل ارنبيت كل بشاميل يا جماعة ليه طريقة وليه طعم وليه مكونات بتتحطى عليه اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد هفضل بقى دخل كله ببعض كده والنار تبقى هادية مش عالية قوي عشان ايه ما يكلكعش مني وعشان ما يلزقش من تحت بالشكل الجميل اللي انت شايفينه ده هكون طبعا يا جماعة ايه انا بحب احط الجبن عليه هكون مجهزة هو تبشر جبنة شيدر اه امزل بيه في الايه في البشاميل وافضل اسياحه فيه كده وقلبه عشان يسح فيه انت عندك روميا عندك موزرلة عندك اي جبنة جبنة سايحة عندك اي جبنة عندك ديري اي حاجة حطها فعلا بيغر الطعم وبيبقى طعمه حلو يعني انا طبعا هو اتقطحت بصل اقطحته كبير شوية عشان انا عايزاني يظهر في الطعم وربع كيلو من اللحمة المفرومة وهعسجه بقى اه خلصت بقى جبت بقى طاجن انت ممكن تعمله في صنية او اي حاجة وحطيت فيه بقسمات في القعر كده وهنزل بقى ايه بشوية من البشاميلة في الاول يعني هغرق كده الطاجن اعر الطاجن كده بكل البشاميلة يعني خلي كله بشاميلة هتبقى دي اول طبقة يا جمعة هحاول كده احط في كل الزوايا كده اللهم صلي وسلم على سيدني محمد وعلى قليه وصحبه اجمعين الارنبيت بقى احنا كنا سلقينه بقى طبعا الاول وبعدين ايه قطحته كده كل زهرة لوحدها كده يعني افضل فيه ناس بيحط يعني الحتة في حتتها كده بس انا بفضل يعني ان احنا نقطعه كده عشان ايه طعم كله يدخل في بعضه الطعم كله بيدخل في بعضه يا جماعة وبتبقى فعلا يعني مش باينة اصلا ان هي ارنبيت ارنبيت حاول كده امند الفراغات كلها واساوي كده بالمعلقة هحاول كده هوت عشان ما يفيش طرف يكون فاضي وكده اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد بعد مع السكت بقى الاسف اللحمة هنزل بقى ايه في الطبقة التانية في الوسط كده هنزل بكل الكمية اللي عندي اه فيه طبعا ممكن تعملي من غير لحمة اه عادي جدا وبتبقى جميلة برضو والله بس يعني اه قلت اكلة متكاملة كده احط فيها لحمة وخلاص هبدأ بقى حط الطبقة التانية حطتها كلها هيت وساوتها اه الله مصلى وسلم على سيدنا محمد وحط بقى اخر طبقة من البشاميل انت حب البشاميل يبقى كتير حطي حطي كتير اه حبا يبقى يا دوبك اه حطي برضو حبا مش كتير برضو يعني براحتك بس انا هنا كده ايه عملته وسط يعني ايه انا بحب بحب سايح كده وفيه يعني على قده كده اه طبعا كنت بشرة برضو جبنا شيدر ما كانش متاهة عندها اللي هي فبشرتها بقى يا جماعة وحطتها على الوش كده انت ممكن تحط الطاجن الاول وبعدين قرب كده ما ما تقربت طلعيه ايه تحط الجبنة الشيدر بس هو تمام انا كنت متابعة معي يعني وعدت اه ادخله في قلب الطاجن كده عشان طبعا ما يتحرقش مني وينشف من فوق انت لو هتتبعيه حطي عادي في الاول عشان لو نسيت وكده اه طبعا احطه بقى على نار اه يعني متوسطة كده ولا 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 عالية ولا واطية متوسطة يا جماعة قهوته هو في الفرن بقى اه هو انا الاول اه ولاحت من تحت وبعدين ولاحت الشواية بعدها علشان ايه ما يتحرقش قبل التسوية وده هي يا جماعة النتيجة بعد ما طلعي على طول يعني انا طلعته بعد خمس زائي كمان هوت لسه بيبقلل والله كأنه في ايه في الفرن فعلا بيبقى طعمه حكاية وجد بجد لو انت ما تجربتوش لسه ادخلي دلوقتي وجربي يعني النهاردة اعمليه الاكلة النهاردة لو انت سمعاني الصبح ولو انت سمعاني بالليل اعمليه بكرة للأكل فعلا اكل يعني واجبة متكاملة وبجد حكاية يعني اللي ما اعملهاش والله يعني خسران تعم الجمال ده وطبعا يا جماعة ما تنسونش من لايك بالله عليكم تدعموني بلايك ويعني تعليق كده حلو منكم ولو عايزين اي حاجة بسيطة او اي حاجة فلاحي او اي حاجة عايزيني اعملها انا تحت امركم شايفين يا جماعة سايحة ازاي انا بحبها كده جدا انت بقى اما تكلها سخنة كده ممكن تاكل تلات طبقات بجد حكاية احلم المكارونا البشاميلي بكتير هسبكوا بقى معا كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا وبركاته